بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نبر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم قال البحث الرابع ما المطلوب في الناهي كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة إفعاله وإنما اختص النهي في خلاف واحد وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد التارك أو كف النفس عن الفعل تقدم في الدرس الماضي أن بينا أن جميع الأبحاث المتعلقة بصيغة النهي هي أبحاث مشابهة تماما للأبحاث التي تقدمت في صيغة الأمر وأن حتى الأقوال والاختلافات بين الأصوليين هي متشابهة بين الصيغتين إنما هناك خلاف واحد وقع بين الأصوليين اختصت به صيغة النهي لم يكن موجودا في صيغة الأمر وهو أنه ما هو المطلوب في النهي حينما يصدر النهي عن النهي مثلا لا تشرب الخامر كمثال من الأمثلة لا تشرب الخامر هنا ما هو المطلوب في هذا النهي هل هو ترك الفعل بمعنى أن صيغة لا تشرب الخامر تدل على طلب ترك شرب الخامر أو أنها لا تدل على ماذا؟ تدل على كف النفس تدل على زجر النفس أو كف النفس عن ماذا؟ عن شرب الخامر طبعا هنا يوجد فرق بين المطلبين ما هو الفرق؟ سواء قلنا أن المطلوب في النهي هو ترك الفعل أو لا هو كف النفس إمساك النفس عن الإتيان أو عن إيقاع هذا الفعل كما في مثالنا هو إمساك وكف النفس عن ماذا؟ عن شرب الخامر أو لا المطلوب هو طلب ترك شرب الخامر وقع خلاف بين الأصوليين هناك من ذهب إلى أن المطلوب هو ترك الفعل وهناك من ذهب إلى أن المطلوب هو كف النفس إمساك النفس عن الفعل طيب ما هو الفرق كما قلنا؟ هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق لأننا لو قلنا أن المطلوب في صيغة النهي هو ترك الفعل فهنا يكون المطلوب قد تعلق بأمر عدمي الترك أمر عدمي محم وأما إذا قلنا أن المطلوب في النهي هو كف النفس إمساك النفس عن الوقوع أو إتيان الفعل فإن الطلب هنا تعلق بأمر وجودي لماذا أمر وجودي؟ لأن كف النفس أو إمساك النفس هو فعل من أفعال النفس الأفعال كما تكون أفعال جوارحية يعني الإنسان يفعل بجوارحه أنا أحمل هذا الشيء من هنا إلى هنا أكتب هذا فعل في الجارحة هناك أيضاً أفعال نفسية أفعال جوانحية منها مثلاً ماذا؟ منها مثلاً الإرادة مثلاً الحب الرغبة في شيء هذا فعل جوانحي الإنسان تحصل له رغبة لشيء حب لشيء إرادة شيء إقدام أو لنقول مثلاً العزم على فعل شيء معين عقد العزم على فعل شيء معين هذا فعل نفسي جوانحي نعبر عنه أيضاً منه ماذا؟ كما أن هناك إقدام على فعل معين هناك ماذا؟ هناك كف للنفس عن فعل معين فهذا فعل من أفعال النفس الكف يعني أن هذا فعل تقوم به النفس فعل جوانحي فعل في الداخل يحصل عملية إمساك للنفس عملية كف لها عن ماذا؟ عن الإتيان بفعل معين طيب بناء على ذلك إذا فسرنا أن الطلب هو ترك يعني أو عفوا النهي هو عبارة عن طلب ترك الفعل الطلب يعني الطلب في النهي من فسر أن النهي هو الطلب أن الطلب يتعلق بترك الفعل فهو قد تعلق بأمر عدمي من فسره بأنه طلب كف النفس إمساك النفس فيكون قد فسره أن الطلب تعلق بأمر وجودي لا أمر عدمي طيب ما هو الحق؟ الشيخ يقول أن الحق هو القول الأول بمعنى أن الطلب قد تعلق بأي شيء بترك الفعل طيب هنا لماذا ذهبوا إلى القول الثاني؟ يعني ما هو الذي دفعهم إلى إنكار أن يكون النهي هو طلب ترك الفعل وذهبوا إلى أن المطلوب في النهي هو طلب ماذا؟ طلبوا الكف عن الفعل هنا قالوا أنه إذا فسرنا أن النهي هو عبارة عن طلب ترك الفعل فهنا يكون الطلب قد تعلق بأمر عدمي كما قلنا وهذا الأمر العدمي أمر موجود يعني العدم هذا عدم منذ الأزل يعني الإنسان المكلف وهو مكلف حينما يطلب منه الشارع ترك حينما يطلب منه ترك شرب الخامر مثلا فإنه يطلب منه ماذا؟ يطلب منه ترك لنا أمر عدمي وشرب الخامر معدوم منذ الأزل لذلك لا معنى لأن يتعلق الطلب بأمر حاصل الطلب تعلق بالترك والترك يعني إعدام الفعل ترك الفعل يعني إعدام الفعل في حين أن الفعل معدوم منذ الأزل فيحصل أن الطلب قد تعلق بشيء هو ماذا؟ هو متحقق منذ الأزل العدم عدم شرب الخامر مثلا هذا متحقق منذ الأزل إذن لماذا يأتي ويطلب منه؟ يعني يطلب منه شيء يطلب منه شيء هو حاصل فيصبح هذا الطلب تحصيلا للحاصل فيكون ماذا؟ يكون أمرا غير مقدور للمكلف تحصي للحاصل غير مقدور إذا هو الشيء حاصل فكيف للمكلف أن يجده مرة أخرى وهو حاصل هذا يلزم منه ماذا؟ التكليف بغير المقدور ولذلك قالوا إذن لا يمكن أن يكون الطلب في النهي يعني أن نفسر النهي بأنه طلب ترك الفعل لأنه بمعنى طلب إعدام الفعل أو طلب عدم الفعل وعدم الفعل أمر متحقق منذ الأزل فكيف يتعلق به الطلب وهو حاصل؟ هذا العدم حاصل وتحصيل الحاصل محال كيف للمكلف أن يوجد شيء هو يعني إحنا طبعا التعبير بالوجود تعبير يعني من ضيق الخناق اللي نقول كيف له أن يحصل شيء هو حاصل فإذن لا يمكن أن نفسر النهي بأنه طلب الترك ولذلك ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى تفسير أنه بأنه طلب الكف الكف عن الفعل الشيخ هنا يقول أن هذا توهم في الحقيقة ويوجد جواب عليه وهو أن عدم المقدورية على الإتيان يعني عدم المقدورية على الإتيان بالمعدوم منذ الأزال عدم المقدورية على أن يأتي بشيء أن يترك شيء منذ الأزال قالوا غير مقدور أنه العدم حاصل لأن الفعل معدوم منذ الأزال هذه عدم المقدورية نعم منذ الأزال هو غير قادر المكلف على أن يعدم الفعل منذ الأزال لأنه معدوم هو ولكن بقاءا واستمرارا هل هو قادر على إعدامه أو غير قادر على إعدامه الترك هو إعدام الفعل فنقول أنه نعم منذ منذ هذه اللحظة فسابقا هذا غير مقدور لأنه حاصل فلا معنى أن يتعلق به الطلب ولكن من الآن فصاعدا مستقبلا هل هو قادر على إعدام الفعل أو غير قادر إن قلنا هو غير قادر على إعدام الفعل فيلزم أيضا هو غير قادر على الإتيان بالفعل يعني يصبح الإنسان مجبورا على هذا الشيء لأنه غير قادر على أن يعدمه ولا هو قادر على ماذا على إيجاده إذا كان غير قادر على إعدامه فهذا يعني هو مجبور على الإتيان به المختار في الفعل هو من يمكن في حقه أن يفعل وأن لا يفعل كل الأمران ماذا مقدوران تحت قدرته إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فهنا وجود أو عدم هذا الفعل استمرارا ومستقبلان لابد أن يكون مقدور للمكلف يعني إيجاده مقدور وإعدامه مقدور كيف يعدمه بأن لا يأتي به وهذا واقع تحت إرادته كيف يوجده أن يقوم به فهو إذن قادر على الإعدام وقادر على الإيجاد واقع تحت اختياره إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فإذن ما وقع فيه هؤلاء هو هذا التواهم أنهم لما رأوا أن هذا الفعل معدوم منذ الأزال وقالوا بما أنه معدوم منذ الأزال إذن لا يقدر الإنسان على ماذا على إعدامه مرة أخرى نقول لا الكلام نعم من الآن إلى الأزال هذا صحيح لكن مستقبلا واستمرارا هل هو قادر على إعدامه أو لا نقول نعم قادر وقع تحت قدرته فله أن يوجد الفعل وله أن يترك الفعل فيمكن إذن إذن ترك الفعل مقدور له وإلا إذا قلنا أن ترك الفعل غير مقدور له يصبح مجبور على الفعل ولا يصبح الإنسان ماذا مريدا ومختارا في فعله لأن المختار كما قلنا هو من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فبناء على هذا نثبت أن الترك مستقبلا وإستدامة هذا مقدور للمكلف فطلبه معقول طلبه معقول لأن الطلب هنا يتعلق ب وإن كان أمرا عدميا ولكنه مقدور تحقيق هذا العدم في الواقع مقدور طبعا كلمة تحقيق قلنا هذا من ضيق الخناق وإلا الوجود هو في مقابل العدم ولكن العدم أمر واقعي وليس أمر خيالي إنما نعرف أحكامه من خلال المقابلة بالوجود العدم إنما نعرف أحكامه بالمقابلة بالوجود فإذا كان وجود الفعل مقدورا لابد أن يكون ماذا أن يكون عدمه أيضا مقدور وإلا لابد أن نقول أن الإنسان ليس قادر وإنما هو مجبور إما قادر لأن القادر إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل أما في قباله يكون غير قادر ويكون مجبور وبناء ومن ثم يكون تفسير النهي بأنه طلب التارك هذا معقول ليس بغير معقول إلا أن الشيخ يقول أن التحقيق أن هذا البحث لا معنى لتسليط الضوء عليه أصلا لماذا لأنه قال أن معنى النهي ليس هو الطلب طلب التارك معنى النهي ليس هو طلب التارك كما بينا سابقا قلنا أن النهي معناه الزجر الزجر عن الفعل فإذا لم يكن معنى النهي هو طلب التارك فلا معنى أن نأتي ونقول أنه هل المطلوب هو ترك الفعل أم المطلوب هو ليس ترك الفعل وإنما هو كف النفس عن الفعل مثلا نعم قلنا هناك أن نلازم النهي وهو الزجر عن الفعل لازمه طلب التارك لازمه طلب التارك فهنا يقول الشيخون إذن لا معنى بناء على هذا لا معنى لإيراد هذا البحث أصلا طبعا بناء على تفسير النهي بهذا التفسير وهو ماذا وهو الزجر عن الفعل لكن نحن نقول يعني نقول لا يمكن أن يوجد هناك وجه لذكر هذا البحث فهو وإن كان لازما للنهي فلابد أن ماذا لابد أن نذكر هذا البحث لماذا انتفتوا جيدا هنا إذا قلنا أن النهي هو عبارة عن ماذا عن الزجر الزجر عن الفعل طيب لا بس نقول أن النهي هو عبارة عن الزجر عن الفعل ولكن كان لهذا لازم وهو طلب الترك طلب ترك الفعل لازم لازم عقلا كما يذكر الشيخ أنه لازم وبينهما تلازم عقلي هنا لو كان طلب الترك محال أمر غير معقول فيلزم أن يكون النهي أيضا غير معقول لأن انتفاء اللازم يؤدي إلى انتفاء الملزوم لو كان الشيء يلزمه أمر باطل إذا كان الشيء معين فرض وجوده يلزم منه أمر باطل فهذا يلزم أن يكون نفس هذا الشيء هو باطل أيضا فهنا إذن لا بد أن نتعرض حتى وإن كان لازما لا بد أن نتعرض لأنه لو قلنا أن هذا لازم للنهي وليس هو نفس النهي أيضا يلزم الإيراد أنه كيف يؤدي النهي إلى لازم باطل غير معقول عقلا غير معقول وغير متصور عقلا إذن لا بد أن نقول لا أن هذا يعني ما ذكره الشيخ من جواب أيضا ينفع لمن يشكل هذا الإشكال وهو أن يقول أن النهي حتى وإن فسرناه بأنه الزجر الزجر عن الفعل ولكنه يلزم لازمه العقلي طلب الترك وطلب الترك أمر غير معقول فإذا بطل اللازم بطل الملزوم فهنا يبطل النهي نقول أنه لا فلابد مثلا حتى لابد أن نفسر النهي بأنه طلب تعلق بأمر وجودي لا أنه تعلق بأمر عدمي كما ذهب أصحاب هذا القول فنقول لا يمكن أن يحل بهذا الشكل بحسب الجواب الذي ذكره الشيخ وهو أن الترك وهو إعدام الفعل نعم بحسب الزمن الماضي منذ الأزل هذا لا يتصور لأنه متحقق في الواقع إعدام الفعل ولكن مستقبلا فلا يكون مقدورا في ذلك الزمان لكن من الآن فصاعدا يعني من حين صدور الخطاب أو تبليغ الخطاب فصاعدا هل هو مقدور أو ليس مقدور نقول نعم هو مقدور فإذا كان مقدورا فيعقل تعلق الطلب به حتى وإن كان هذا الطلب لازم وليس هو نفس تفسير النهي قال ما المطلوب في النهي كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة إفعال وإنما اختص النهي في خلاف واحد وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أو كف النفس عن الفعل والفرق بينهما إن المطلوب على القول الأول أمر عدمي ماحظ والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي لأن الكف فعل من أفعال النفس كما شرحنا والحق هو القول الأول أنه طلب الترك ومن شأ القول الثاني توهم هذا القائل إن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي على حاله إبقاء العدم على حاله ليس بمقدور للمكلف لماذا لأنه أزلي لأن هذا العدم أزلي خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل وهو فعل النفساني يقع تحت الاختيار والجواب عن هذا التوهم إن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا نعم سابقا غير مقدور ولكنه مستقبلا مقدور إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم أو لنقول القدرة على الإيجاد تلازم القدرة على ماذا على الإعدام بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا بل يكون ماذا الفاعل مجبورا القادر هو إن شاء فعل وإن شاء ترك أما المجبور لا يسمى قادر المجبور الفاعل المجبور كمثلا النار في الإحراق النار ليست إن شاء فعلة الإحراق وإن لم تشع ليست فاعلا اختياريا بل فاعلا مجبورا يسمى فاعل بالطبع بطبعها تقتضي الإحراق هنا لا نقول عنها بحسب الإصطلاح أنها قادرة أو عندها قدرة لماذا؟ لأن القادر هو لا نستطع أن نقول هي قادرة على الإحراق لأن القادر هو إن شاء فعل وإن شاء ترك وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف وإنما طلب الترك من لوازم النهي ومعنى النهي المطابقي هو الزاجر والردع نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك لحظ الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك طيب إذا كان طلب الترك غير معقول كما يشكل هؤلاء فكيف يمكن أن يكون الردع معقولا كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الرد عن التار كما كان هذا في بحث الأمر فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكاف طيب البحث الخامس والأخير في بحث النواهي هو دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار يعني هل أن صيغة النهي تدل على التكرار أم لا أيضا حصل خلاف بينهم في أن صيغة النهي هل تدل على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة الإفعل والكلام طبعا في صيغة الإفعل والكلام هو الكلام هناك فدلالة لا تفعال أو صيغة لا تفعال لا تدل لا بهيئتها كما ذكرنا هناك أن صيغة الأمر لا بهيئتها ولا بمادتها تدل على ماذا تدل على المرة ولا على التكرار حيث ذكرنا هناك أن الهيئة تدل على النسبة الطلبية نسبة الإرسالية والمادة تدل على الحدث ولا تدل على أي كيفية من كيفية هذا الحدث هنا أيضا الصيغة تدل على النسبة كما ذكرنا صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية والمادة فيها أيضا تدل على الحدث المنهي عنه مثل لا تصلي أو لا تشرب الخامر هنا الصيغة صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية ومادته تشرب تدل على الفعل المنهي عنه وهو الحدث وهو الشرب فلا بمادتها ولا بهيئتها تدل على المرة ولا على التكرار نعم قلنا هناك في صيغة الأمر أن مقتضى الإضلاق هو أن يأتي بالفعل مرة واحدة لماذا؟ لأن المطلوب هناك هو إيجاد الطبيعة طبيعة الفعل وطبيعة الفعل تتحقق بإيجاد فرد واحد يعني بإيجاده مرة واحدة فالإطلاق مقتضى الإطلاق هو نعم الإتيان به مرة واحدة ولكن هذا ليس مدلولا للأفض هنا أيضا نفس الكلام إلا أنه هناك فرق وهو أننا قلنا في الأمر أن المطلوب هو إيجاد الطبيعة تحقيق الطبيعة هنا المطلوب هو الزاجر عن الطبيعة ولازمه قلنا ترك الطبيعة الفعل يعني إعدام طبيعة الفعل وهناك فرق بين إيجاد الطبيعة وبين إعدام الطبيعة ما هو الفرق؟ الفرق هو أن الإيجاد إيجاد الطبيعة يكتفى به بأن يأتي بفرد واحد فقط لو جاء بفرد واحد فإنه يصدق عليه أنه أوجد الطبيعة أما إعدام الطبيعة فلا إعدام الطبيعة لا يتحقق إلا بماذا؟ بأن يعدم جميع أفرادها لأنه لو أتى بفرد واحد من الطبيعة يصدق عليه أنه لم يمتثل يعني مثلا لو قال المولى لا تشرب هذا بخلاف قوله إشرب حينما يقول إشرب أمر بالطبيعة طلب الطبيعة من المكلف فهنا مجرد أن يشرب مرة واحدة يكون أوجد الطبيعة لكن حينما يقول لا تشرب لا تشرب الخمر نهى عن إيجاد الطبيعة يعني زجر عن طبيعة هذا الفعل فبالنتيجة يعني الطلبة ترك هذا الفعل إعدام هذا الفعل وإعدام الطبيعة هذا الفعل بأن تعدم جميع الأفراد فلو شرب مرة واحدة فقط يكون قد ماذا؟ قد عصى ولم يمتثل الامتثال إنما يتحقق إذا زجر عن جميع أفراد الشر وهذا خلاف بين واضح يعني يقتضيه التطبيق العقلي وهو أنه كيف يكون الإيجاد وكيف يكون الإعدام وليس هذا مدلولا لنفس اللاف لاحظوا قال دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة إفعال والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة وإنما المنهي عنه الصرف الطبيعة كما أن المبعوث نحوه في صيغة إفعال صرف الطبيعة غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال هذه ناحية عقلية العقل يفهم هذا فإن امتثال الناهي بالانزجار عن فعل الطبيعة ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا وهذا يقتضي ماذا أن يداوم الإنسان على الترك فهنا الدوام في الحقيقة هذا بمقتضى ما يفهمه العقل لأن العقل يفهم أن إعدام الطبيعة يحتاج إلى ماذا أن لا يفعل ولا فرد لا الآن ولا مستقبلا حينما يقول لا تشرب الخمر هنا يعني لا الآن ولا اليوم ولا إلى نهاية عمره إلى نهاية عمره لابد أن يداوم على ماذا على عدم شرب الخمر فإذا شرب الخمر مرة واحدة في حياته يعد ماذا عاصيا لهذا النهي فهذا الدوام أو ما نسميه تكرار عدم الفعل لهذا ليس هو مدلولا لنفس الصيغة وإنما هذا أمر عقلي العقل يفهم أنه لأجل إعدام الصيغة نحن نحتاج إلى ماذا أن نعدم جميع الأفراد وإعدام جميع الأفراد جميع أفرادها لا بد من المداومة أولا عليه لا بد من عدم ارتكاب أي فرد قال ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا وأما امتثال الآمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر عقلا طبع النهي هو لإعدام الطبيعة الأمر هو إيجاد الطبيعة وبينهما الإعدام والإيجاد بينهما فرق واقعي فرق في الواقع العقل يفهمه طيب تنبيه هنا الشيخ يذكر هذا التنبيه وهو أنه هناك بعض الأبحاث كانت تبحث في مباحث الأمر كما مثلا إذا شخص راجع الكفاية يجد أن هناك أبحاث أخرى قد ذكرت في مباحث الأمر مثل مثلا اجتماع الأمر والنهي مثلا يعني هل يمكن هناك بحث وقع عنه هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على فعل واحد ولو اجتمعا مثلا كيف نتعامل معهما كيف نفسرهما هناك بحث مثلا دلالة النهي على الفساد مثلا النهي إذا تعلق بالمعاملة إذا كانت هناك معاملين منهي عنها يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع ذروا البيع اتركوا البيع هنا منهي عن البيع عند النداء في يوم الجمعة فهل هذا يدل على بطلان المعاملة أو لا النهي إذا تعلق بالعبادة هل هذا يدل على بطلان العبادة أو لا يدل على بطلان العبادة أيضا مقدمة الواجب مسألة الضد إذا كان هناك ضد مثلا لهذا الواجب وطبعا مسألة الإجزاء أنه كيف يتحقق الإجزاء بامتثال هذه الأوامر وغيرها من هذه المباحث الشيخ هنا طبعا يقول أنه باعتبار أنه قسم البحث هنا إلى بابين باب البحث اللفظي وباب البحث العقلي وهذه المباحث التي ذكرناها الآن هي تنسج موضوعا مع كونها أبحاث عقلية وليست أبحاث لفظية فلذلك لم يذكرها هنا في مباحث الألفاظ وإنما أجل البحث عنها حينما يدخل أين في المباحث العقلية هو يريد أن يشير إلى هذه القضية فيقول لا تستغربوا لذلك إن راجعتم بقية الكتب الأصولية القديمة تجدون هناك مباحث ذكرت هنا قد تقولوا الشيخ لماذا لم يذكرها هنا الشيخ يقول أنا لم أتركها وإنما غيرت مكانها بحسب ماذا بحسب فذلكت هذا التبويب الجديد الذي جاء به الشيخ المظفر لأبحاث الأصول حيث عزل بين المباحث اللفظية وبين الأبحاث العقلية وهذه الأبحاث نعم وإن كانت لها تعلق ببحث الأوامر مثلا ولكنها أبحاث عقلية وليست أبحاث لفظية ولذلك أجل البحث عنها إلى باب إن شاء الله البحث العقلي فقال لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد لماذا لأنهما داخلان في المباحث العقلية كما سيأتي وليس هما من مباحث الألفاظ بما أنه سابقا البحث متداخل البحث اللفظي والعقلي متداخل يعني بما أنه بحث متعلق بالأوامر والنواهي مثلا سواء كان بحث لفظي أو بحث عقلي يبحثونه تحت بحث الأوامر لكن بما أن الشيخ هنا لا فصل بين البحث اللفظي وبين البحث العقلي إذن لا يكون هذا بحث لفظيا بحث عقلي نعم هو متعلق بالأوامر صحيح ولكنه ليس بحثا لفظيا وإنما بحث عقلي فأجله إلى ذلك المحال وكذلك بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة الإجزاء ليست من مباحث الألفاظ أيضا وسنذكر الجميع في المقصد الثاني وهو المباحث العقلية إن شاء الله تعالى نكون بذلك قد أنهينا بحث النواهي ندخل إن شاء الله في الدرس القادم في الباب الرابع وهو بحث المفاهيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الواء وأكرمني بنور الفاء اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحمى الرحمين اللهم اصدقاء اشتركوا في القناة